لم يكن العالم يلتقط أنفاسه بعد نجاح بعض الدول في تحقيق التسجيل الصفري لعدد الإصابات بفيروس كورونا حتى عادة المخاوف من انتشار موجة جديدة من الوباء بدأ بالفعل لا سيما مع تخفيف إجراءات التباعد للاجتماعي وعودة الحياة في بعض الدول إلى طبيعتها في وقت وصل معدل الإصابات حول العالم إلى أكثر من 25 مليون إصابة مؤكدة وسجلت العديد من دول العالم ارتفاعا حادا في عدد الإصابات والوافيات بالفيروس تحديدا في كل من إسبانيا وبلجيكا وهولندا ولكسنبورغ بالإضافة إلى ارتفاعات تدريجية في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وفي الوقت الحالي تعتبر أسبانيا من أكثر الدول تضررا في أوروبا بالإضافة إلى كل من بلجيكا والبلقان أما في شرق أوروبا فقد شهدت سربيا ارتفاعا كبيرا في عدد حالة الإصابة مؤخرا حيث بلغ متوسط الإصابة اليومية 400 حالة بينما وصل متوسط الإصابة اليومية في رومانيا ألف إصابة في حين تجاوزت بولندا مؤخرا تلك الدول لتصبح الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في وسط وشرق أوروبا وتشير التقارير إلى أن إيران بدأ بالفعل في تلبية معايير انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد المصابين لديها مع رفع قيود الإغلاق وينطبق الأمر على إسرائيل التي شهدت انتشارا كبيرا للفيروس مع دخول المدارس كما توجد بعض الارتفاعات في كل من المغرب وتونس ولبنان أما أمريكا اللاتينية فهي مركز الوباء الجديد حيث ارتفعت أعداد الوفيات في كل من فيرو وبوليفيا والبرازيل والمكسيك وكولومبيا مقارنة بعدد السكان كما تشهد العديد من دول الأسواق الناشئة مثل روسيا والهند وجنوب إفريقيا اتجاها تصاعديا من حيث حجم الوفيات ترجمة نانسي قنقر